السلام عليكم أصدقائي أتمنى أن تكونوا بخير وفي إطار متابعة دروسنا للمستوى السادس ابتدائي ومع الدرس السابع عشر القوى إثنان والقوى ثلاثة مربع عدد ومكعب عدد إذن كنا قد تطرغنا إلى أن الكتابة الاعتيادية تكون بعدد ثم يأتي هذا العدد على شكل جداء ثم هذا الجداء نكتبه على شكل قوى فمثلا العدد خمسة وعشرون هو كتابة اعتيادية وإذا أردنا أن نكتبه على شكل جداء نكتب خمسة في خمسة ثم نكتبه أيضا على شكل قوى خمسة أس إثنان خمسة أس إثنان فهذا الأس هو الذي يكتبه على شكل قوى إذن القوى إثن القوى إثن أتمرن من خلال هذه التمارين الأولية انظروا معي خمسة في خمسة في خمسة تساوي مئة وخمسة وعشرون وإذا كتبنا على شكل قوى نكتب خمسة أس ثلاثة إذن إثنان في إثنان في إثنان إذا أعدنا أن نكتبها سنكتب إثنان في إثنان أربعة في إثنان هي تمانية وبالتالي سنكتب إثنان أس ثلاثة أيضا عشرة في عشرة في عشرة تساوي عشرة في عشرة مئة في عشرة هي ألف ألف ثلاثة أصفار إذن عشرة أس ثلاثة أيضا خمسة في خمسة خمسة في خمسة هي خمسة وعشرون ونكتب خمسة أس إثنان عشرة في عشرة تساوي مئة نكتب عشرة أس إثنان ثم مئة في مئة هي عشرة ألاف عشرة ألاف نكتب مئة أس إثنان مئة أس إثنان هي مئة في مئة فهذه الكتابة تيادية وهذه على شكل جداء وهذه على شكل قوة إذن مئة في مئة في مئة مئة في مئة قلنا هي عشرة ألاف وفي مئة أيضا هي مئة ألف إذن نكتب مئة ألف أو لا بالأحرى هي مليون نكتب مئة أس ثلاثة نعم هي مليون بمعنى مئة أس ثلاثة نتابع هنا خمسة زائد خمسة زائد خمسة هذا ليس جداء وإنما هذه عملية الجمع تساوي خمسة عشر ولكن نريد أن نرجعها جداء إذن تساوي ثلاثة في خمسة أذن هنا إثنان زائد إثنان زائد إثنان تساوي ستة وستة في ماذا سنضربها من طابعة الحال كم لدينا من عدد هنا واحد إثنان ثلاثة أو ثلاثة إذن سنضربها في في العدد أو في الرقم إثنان إذن عشرة زائد عشرة زائد عشرة تساوي تساوي ثلاثون تساوي ثلاثون إذن ثلاثة في عشرة إذا حسبناها فسنجدها تساوي ثلاثون إذن خمسة زائد خمسة تساوي عشرة خمسة زائد خمسة تساوي عشرة وإثنان سنضربها من طابعة الحال في خمسة ستعطينا عشرة إذن عشرة زائد عشرة هنا تساوي عشرون وإثنان في كم في عشرة إذن مئة زائد مئة هي مئتان إثنان في مئة ثم مئة زائد مئة زائد مئة هي تلاتة مئة وثلاثة في نعم مئة جيد إذن لاحظوا مع المثال الثاني التمرين الثاني أكمل كما في المثال ثلاثة أس إثنان ثلاثة أس إثنان تساوي ثلاثة في ثلاثة تساوي تسعة إذن تسعة الآن تسعة هي تساوي لنا تسعة في تسعة تساوي واحد وثمان إذن على الذي أن يفهم القوى يجب أن يكون ملما جدا بجدول الضرب يجب أن يحفظه حفظا جاما ليسهل عليه هذا الدرس أو درس القوى إذن 10 أس إثنان هي 10 في 10 تساوي 100 و100 أس إثنان هي 100 في 100 تساوي عشرة ألاف إذن مثال الثاني إثنان أس ثلاثة تساوي إثنان في إثنان في إثنان تساوي ثمانية وخمسة أس ثلاثة طبق الحال خمسة في خمسة في خمسة إذن فقط نكتب العدد إذن هذا الأس هو العدد الذي سنطربها في بعضها مثلا خمسة هو الأصل وثلاثة يسمى الأس وخمسة الأساس الأساس هو خمسة والأس هو ثلاثة إذن خمسة في خمسة في خمسة تساوي نعم مئة وخمسة وعشرون ثم مثال آخر عشرة أس ثلاثة عشرة أس ثلاثة تساوي عشرة في عشرة في عشرة تساوي تساوي نعم ألف أيضا مئة وثلاثة مئة في مئة في مئة تساوي مليون نعم تساوي مليون نعم لاحظوا معي المثال رقم ثلاثة المثال رقم ثلاثة يعني يقول ألاحظوا المثال وأحسب بنفس الطريقة خمسة في عشرة لكل أس اتنان تساوي خمسون أس اتنان تساوي خمسون أس اتنان تساوي ثلاثة أس اتنان تساوي ثلاثة في ثلاثة بمعنى تساوي نعم تساوي 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 كم في ستة عشر نعم أربعة في أربعة تساوي ستة عشر إذن تساوي أيضا مئة وأربعة وأربعة كذلك المثال رقم أربعة يقول أمر الآن إلى الانتحان رقم أربعة أو السؤال رقم أربعة ألاحظوا المثال وأحسب بنفس الطريقة اتنان في خمسة لكل أستلاتة تساوي عشرة أستلاتة تساوي عشرة في عشرة تساوي ألف و 2 و 3 في 5 و 3 تساوي 8 و 125 تساوي 1000 إذن لدينا هذا المثال 4 في 6 الكل و 3 إذن 4 في 6 تساوي 24 24 و 3 تساوي 24 نعم في 24 في 24 لماذا؟ لأن لدينا 3 أسات 3 يجب أن نكتب 24 في 3 مرات نعم إذن هناك خطأ إذن 24 في 24 في 24 تساوي 13824 كذلك هذا السؤال 4 أس 3 إذن 4 أس 3 تساوي 64 64 في 216 6 أس 3 تساوي 216 الكل يساوي 13824 نمر الآن إلى السؤال رقم 5 أحسب قوة كل عدد كسري كما في المثال إذن 3 على 4 الكل أس 2 تساوي 3 على 4 في 3 على 4 إذن لاحظوا معي أن هذا الأس هو العدد الأساس هو عدد الأساس نضربه في عدد الأساس إذن 3 على 4 هي كم مرة أس 2 سنضربه 1 إذن تساوي 3 في 3 في المقام 4 في 4 تساوي 9 على 16 إذن لاحظوا معي في المثال 4 على 5 لكل أس 2 تساوي 4 على 5 في 4 على 5 لاحظوا 2 1 2 هنا يا أس 2 إذن ماذا سنفعله الآن سنكتب 4 في 4 على 5 في 5 إذن 4 في 4 16 و 5 في 5 25 ماذا سنفعله الآن بشكل فارغ سنجيب عليه 4 على 7 الكل أس 3 إذن هنا يا 4 على 7 في 4 على 7 في 4 على 7 تساوي 4 في 4 في 4 على 7 في 7 في 7 إذن 4 في 4 في 4 تساوي 64 67 و 7 في 7 في 7 تساوي 300 و 3 و 4 إذن لاحظوا معي الآن المثال رقم 6 أحسب قوة كل عدد عشري كما في المثال إذن 2.5 الكل 6 تساوي 2.5 في 2.5 المجموع تساوي 6.25 نعم الآن 3.75 الكل إذن تساوي تساوي 3.75 75 في 3.75 ليس في إثنان بل 3.75 في 3.75 تساوي 14 10 نعم فاصلة 0 6 ثم السؤال آخر 1.5 كل 3 تساوي 1.5 في 1.5 في 1.5 تساوي 3.37 ثم 4.5 لكل 3 تساوي إذن 4.5 في 4.5 في 4.5 الكل يساوي 91.12 إذن الآن الصفحة 92 نكمل أو نستثمر ونقوم تعلماتنا وندعمها من خلال هذه الأسئلة السؤال أكمل 1.5 تساوي 1.5 1.5 تساوي طبيعة الحال 1.5 1.5 1.5 1.5 إذن 1.5 1.5 هي مليون وكم تساوي أوس ثلاثة طبعة الحال هي 100 1.5 أوس ثلاثة هي مليون إذن 1 مليار تساوي 1.5 تساوي كم تساوي 1.5 أوس ثلاثة تساوي مليار إذن لاحظوا معي السؤال التاني اكتب الأس المناسب مثلا واحد متر كاري أو متر أس إثنان تساوي مئة سنتيمتر أس إثنان وواحد متر أس إثنان تساوي مئة مليمتر أس إثنان إذن واحد كيلو جرام كم يساوي أو يساوي عشرة كم من أس جرام يساوي عشرة أس نعم أس ثلاثة لماذا؟ لأن واحد كيلو جرام تساوي ألف جرام ألف جرام وواحد كيلو جرام تساوي مئة ميلي جرام واحد كيلو جرام تساوي كم من ميلي جرام؟ نعم تساوي عشرة ألاف إذن أو تساوي مليون ميلي جرام نعم مليون وبالتالي ستكون مئة أس ثلاثة واحد كيلو متر تساوي مئة سنتي جرام إذن هذا تساؤل سيكون خاطئا نو لا يمكن مقارنة بين كيلو متر و سنتي جرام إذن السؤال آخر واحد كيلو متر تساوي كم من متر تساوي عشرة أس ثلاثة لماذا؟ لأن الكيلو متر يساوي ألف متر وعشرة أس ثلاثة تساوي ألف واحد كيلو متر كم يساوي من ميلي متر يساوي مئة أس ثلاثة لأن واحد كيلو متر تساوي مليون ميلي متر واحد كيلو متر كم تساوي من سنتي متر إذن مئة في مئة في مئة إذن لا يمكن وبالتالي الأس لا يمكن أن نضع هنا أس إثنان أو أس ثلاثة لماذا؟ لأن الواحد كيلومتر تساوي مئة ألف سنتيمتر ومئة ألف سنتيمتر لا يمكن أن نكتبها على شكل أس إثنان أو أس ثلاثة يمكن أن نكتبها مثلا ضرب أو جداء ونكتبها أيضا على شكل أس في عدد المطول ولكن لا يمكن أن نكتبها مئة أس إثنان أو ثلاثة ويعطينا سنتيمتر إذن هذا أيضا سؤال يتم إلغاؤه الآن سؤال رقم ثلاثة أحسب تسعة في عشرة أس ثلاثة إذن عشرة أس ثلاثة كم تساوي؟ تساوي ألف عشرة في عشرة في عشرة هي ألف في تسعة تساوي تسعة ألف نعم إذن خمسة في عشرة أس ثلاثة قلنا عشرة أس ثلاثة هي ألف في خمسة هي خمسة ألاف نعم إطنى عشرة في عشرة أس ثلاثة إذن هي عشرة أس ثلاثة هي ألف في إطنى عشرة هي إطنى عشرة ألف طبيعة الحل الآن تسعة في مئة أس ثلاثة تساوي مئة أس ثلاثة مئة في مئة هي عشرة ألاف عشرة ألاف في تسعة هي نعم تسعون ألفا نعم خمسة في مئة أس ثلاثة مئة أس ثلاثة هي عشرة ألاف في خمسة هي خمسون ألفا خمسة ونضع وراءها أربعة أصفر إذن إطنى عشر في مئة أس إتنان مئة أس إتنان هي عشرة ألاف في إطنى عشر هي نعم مئة وعشرون ألفا نعم مئة وعشرون ألفا الآن تسعة في عشرة أس إتنان عشرة أس إتنان هي مئة في تسعة هي تسع مئة نعم 5 في 10 أس 2 10 أس 2 هي 100 في 5 هي 500 ثم 12 في 10 أس 2 10 أس 2 هي 100 في 12 هي 1100 السؤال الآخر السؤال الرقم 4 يقول أكمل كما في المثال تمانية ألاف تساوي تمانية في ألف تساوي 2 أس 3 في 10 أس 3 إذن 27 ألفا الآن إذن سنكتب 27 في ألف نعم إذن 27 في نظريكم ما هو العدد الذي سنضربه في 3 مرات ويعطينا 27 إذن هو العدد 3 أس 3 لماذا؟ لأن 3 في 3 3 في 3 في 3 3 في 3 تسعة وتسعة في تلاتة سبعة وعشرون وألف طبيعة الحال هي 10 أس 3 الآن 64 أربعة وستون 64 ألف 64 في ألف 64 ما هو العدد الذي سنضربه في نفسه ويعطينا 64 هو العدد تمانية إذن تمانية أس 2 8 في 8 تساوي 64 64 طبيعة الحال في ألف وهي تساوي لي 10 أس 3 إذن نكون هنا قد كتبناه على شكل أس نعم الآن 900 900 تساوي 9 في 100 وتسعة تساوي 3 أس 2 في 10 أس 2 وأربعمائة هي أربعة في نعم في مئة كان علينا أن نبدأ هنا نحن صبغنا هنا على هنا ولكن لا لا علينا ليس بمشكل إذن أربعة في مئة تساوي أربعة كم تساوي؟ إذا أردنا أن نرجع على شكل قوة سنكتب 2 أس 2 نعم 2 أس 2 و 10 أس 2 هي مئة وبالتالي تكتب 2 أس 2 في 10 أس 2 إذن 1600 16 16 في 100 هي 1600 إذن 16 تساوي 4 في 4 تساوي 4 أس 2 و 100 هي 10 أس 2 وبالتالي تساوي 100 الآن التمرين رقم 5 أردنا أن نحن صبغنا في فريق ثم في الشكل رقم ثلاثة هو هذا نون بضط خيانج الغوج إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة إذن تسعة ثم عدد المثلتات في الشكل الأخير إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنان ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر سبعة وعشرون إذن واحد معي كيف سنكتب ذلك على شكل قوة إذن سبعة وعشرون نعم هي ثلاثة تسعة تساوي ثلاثة أثنان ثلاثة أثنان وسبعة وعشرون هي ثلاثة أثنان إذن لاحظوا ما هنا العدد يتضاعف هذا المثلت الصغير هو ما يجسده هذا المثلت هنا في هذا الشكل الكبير إذن هنا يتضاعف بثلاث أو ثلاث مرات نعم دعلاحظو معي سؤال رقم ستة يقول سؤال رقم ستة هو يمكن أن أرغب في الوطن ثوق 3s2 يقول لك يمكن الوطن وفي الس وهنا ومع هنا ما تحدث هي الس وتحدث وكان الوطن يمكن الوطن ويكون الوطن وص إذن ثلاثا في ثلاثا كم تحديث وكما ترته طبيعة الحال خارج القيمة هي 9 إذا الآن 2 و 3 2 قلنا هو الأساس 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 ملتيبليكاسيون إذن الجداء أو ضرب المكرر هو 2 في 2 في 2 تساوي 2 في 2 4 في 2 نعم 8 5 أس 2 الأساس هو الأساس هو كم هو 5 والأس هو 2 وسنضرب 5 في 5 25 5 أس 3 الأساس هو 5 والأس هو 3 إذن 5 في 5 في 5 تساوي 125 إذن 10 أس 2 لبعض هو 10 لبعض هو 10 لهو الأساس ثم الأس لهو 2 و 10 في 10 و 10 في 10 تساوي 100 إذن 10 أس 3 تساوي الأساس هو 10 و الأس هو 3 إذن 10 في 10 في 10 10 أساس هو 1 القيمية 1000 إذن هنا قد نكون قد أنهينا درس القواء إذن نلقاكم إن شاء الله في درس آخر مع درس الثامنة عشر لهو درس الثامنة المحوري ومع فيديو آخر إن شاء الله دمتم سالمين إلى اللقاء نمل إذن لذلك مرحلة تساوي تساوي الألعاب جنحة هم يا اشتركوا في القناة